نفى مدير المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية على الماضي وجود عمليات سحب للأرقام الوطنية وذلك بناء على كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية يقضي بوقف سحب الأرقام الوطنية حتى على من ينطبق عليهم قرار فك الارتباط مؤكدا أن عملية سحب الأرقام الوطنية توقفت منذ عام 2013 ووضح الماضي خلال اجتماعه مع لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى سعود أن قضية سحب الأرقام الوطنية لا تخضع لمزاجية مدير المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية مبينا أن أي شخص تم سحب رقمه الوطني بالخطأ يمكنه أن يقدم طلب استرحام من خلال لجنة وزارية تقوم بالاطلاع على الطلب وتصويب وضع صاحبه بعض المواطنين الآن اشتكى أن كانت فلسطين النيابين هناك في سحب الأرقام الوطنية وهناك في وردتنا حالات شكوى من بعض المسافرين من وإلى فلسطين بمعاملة سيئة من قبل بعض أفراد جهاز الأمن العام حقيقة تم مخاطبة مدير الأمن العام وتم مخاطبة وزير الداخلية حذر مدير متابعة والتفتيش لبحث موضوع آلية سحب الأرقام الوطنية وأنا هناك تطمينات من قبل الحكومة أنه وقف سحب الأرقام الوطنية لكن في بعض الحالات يقوم الآن للحكومة بسحب أرقام الوطنين أرقام الوطنية من المواطنين الأردنيين هذه الحالات فردية